ومع تأسيس الإمارة كانت بدايات تأسيس الجيش العربي الأردني الذي مر بمراحل عديدة من التطور حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم محطات من مسيرة الجيش في التقرير التالي ولد الجيش العربي الأردني من رحم الثورة العربية الكبرى التي رسمت منذ تشكيل أول حكومة وطنية في شرق الأردن عام 1921 أولى ملامح الدولة الحديثة يتكون في شكله الحالي من القوات البرية الملكية الأردنية القوات البحرية الملكية الأردنية تاح الجو الملكي الأردني وقيادة العمليات الخاصة مراحل التطور التي مر بها الجيش وتشكيلاته دفعت باتجاه الاستقلال عام 1946 ثم كانت الخطوة الأهم تعريب قيادته في الأول من آذار عام 1956 عندما أصدر الملك الحسين بن طلال أمرا يقضي بمغادرة الضابط البريطاني جلوب باشا البلاد فورا وتسلم الضباط الأردنيين كافة المواقع في الجيش العربي الأردني محطات كثيرة توقف عندها جيشنا الباسل ليسطر بطولات لن تنساها كتب التاريخ لم تبدأ من احتلال الكتيبة الآلية للجيش مواقع قوات فتشي الفرنسية في سوريا في الحرب العالمية الثانية مرورا بحرب عام 1948 وحرب 67 ومعركة الكرامة وحرب للسنزاف ولن تنتهي بمشاركة أفراده في قوات حفظ السلام في العالم فهو الحامي لحدود الوطن وشعبه بنفس عروبي استنشقه منذ نشأته ليشارك في حماية دول عربية شقيقة ودول صديقة أيضا تضحيات تكللت بالفخر قدم فيها شهداء جيشنا أرواحهم قربانا من أجل الوطن وأمنه ورفعته ليشهد له التاريخ على مر عمره الذي لم يتجاوز المئة عام بالكفاءة والمهنية والروح القتالية العالية اشتركوا في القناة